وبروك للقوة الزرقاء فعلاً الأساوية قوية جداً وأصبحت هلالية أي حد يطلع يقولك أن الفلوس لوحدها تكفي لأ طبعاً أنا أرى أن الهلال المؤسسة الوحيدة في كرة القدم السعودية التي لديها سيستم عمل في ميزة في الهلال تتواكب الأجيال تبقى المنصات والتتويج واحدة وهي الهلال وإذا كان أفريقيا لها ملك اسمه الأهلي فأسيالها زعيم اسمه الهلال لا الهلال لم يمتعني فنية الهلال كسب بفارق الخبرات كسب بفارق الإمكانيات كسب لأنه عندك ولي تلعيب كرة مختلفين خالص كسب لأن فريق البوهانجي وجهت نظري فريق محدود محدود القيمة ومحدود الأمور الفنية وده يمكن اللي خالى الفارق الصالح للهلال أنا كنت متوقع الهلال يفوز أكتر من كده بعد الغافر من الهدف ولكن وجهت نظري إدارة المباراة في بعض الجزئيات للجردين من أمتكن بالشكل جيد وفي النهاية حتى لو المستوى غير مرضي في المباراة النهاية هي مباراة كانت من مباراة واحدة مباراة فاصلة فبالتالي الاتنين صفر ومبروك للزعيم الكأس ثقة في الهلال ما بعد ما شفت بوهانج مباراة الدول قبل النهائي مع أولسن البطل ثقة في الهلال من مستوى لعيبة الهلال ثقة في الهلال جات ملفوز على الاستقلال ملفوز على بريس بوليس ملفوز على النصر في مباراة ديربي تاريخية وكبيرة جدا وبالتالي منتكلم على ثقة في لعيبة دوليين لعيبة أصحاب قرار وده على فكرة أنا أعلنته بعد ماتش بوهانج و أولسن في الاستوديو التحليل في قناة بوزابي قلت مبروك على الهلال الكأس كلام ده كان من شهر أصعب كتير مباراة الهلال والنصر أصعب كتير من أقوى الدربيات اللي موجودة في القرى الأساوية وخصوصا في البطولات القرية وبالتالي بتتكلم على مستوى لفرق النصر حتى لو فيه هبوط في مستوى اللاعبين ولكن في النهاية يبقى النصر الهلال محتاج عودة اللاعب الدوليين أو اللاعب المحترفين وجهة نظره هيبانه في كاس العالم الأندية الهلال محتاج عودة المصابين زي عبدالله عطيف وزي ياسر الشهران بشكل جيد جدا احتاج أوراق بسيطة جدا ولكن أنا وجهة نظري اللي يحتاجه الهلال جدا جدا هو تغيير خنعات جارديم الهلال عنده ميزة جيدة جدا لعيبة الهلال هي من تفرد على أي مدير فاني الأسلوب والطريقة جاي من كوالته وإمكانياته ومهارة لعيبة نادي الهلال دي جزئة الجزئة التانية أرجو أو أتمنى أن يراجع بريرا ماتيس بريرا حساباته أنا في الستوديو قلت طبعا متعب المفارج بالنسبة للنجوم الجديدة في المباراة النهاية متعب المفارج قلت ان ده هيبقى راجل المباراة أو هيعمل مباراة عمره وقد كان خطأ وحيد في المباراة أما بلعيب قو جثمانين وبدانين قلاسيوس متعب كان ممتاز جدا جدا مباراة أمام 65 ألف متفرج من المباراة الزرقاء التي لها ترحم وكل الوطن العربي بيتفرج على المباراة وبيتابع المباراة وكان أداءه سابت وده أمر جيد جدا لا طبعا الفلوس مش كل شيء في فلوس في فكر في استمرارية في جزور انت عندك جزر عندك أصل المؤسسة في الهلال هي السما السائدة المؤسسة في الهلال هي من خلقت أجيال المؤسسة في الهلال هي من صنعت تاريخ الهلال هي اللي صنعت الأجيال الزهبية اللي شفناها هي من صنعت تاريخ الهلال في الفترات الأخيرة بيتالي بديكلم على مؤسسة والمؤسسة هي من تخلق الأموال هي من تأتي بالبطولات هي من تأتي بالإنجازات أي حد يطلع يقولك أن الفلوس لوحدها تكفي لأ طبعا أنا أرى أنا الهلال المؤسسة الوحيدة في كرة القدم السعودية التي لديها سيستم عمل علشان كده بنشوف الهلال دايما على مصات التتويج تاريخيا توقيت الحالي آخر كان في فترة من فترات عندنا الاتحاد تاريخ كبير الاتحاد ومن أكتر لأن دايلي كسبة بطولات بجانب نادي الهلال أما الهلال في الوقت الحالي وسيستمر هو القدب الأوحد للكرة السعودية في ميزة في الهلال تتواكب الأجيال وهي طبق المنصات والتتويج واحدة وهي الهلال بالأرقام مش عاوز يعني أظلم أجيال ده بيها جات كتير جدا جدا أسماء تاريخية ولكن الجيل الزهب بالأرقام هو الجيل الحالي ولأ أعتقد أن الأطفال الصغرين سنه عشر سنين اللي بيطابعوا مستوى وأداء الهلال لأن الهلال ممتع في الكرة تثناء المباراة النهاية ممتع عنده صورة أو عنده صبغة في كرة القدم قلما تتواجد في عنديها كتير جدا في وطننا العرب الإمكانيات اللي موجودة تحببك في كرة القدم وبالتالي لما جيب طفلة عنده عشر سنين لسه بيتفرج على كرة ويتابع الهلال بالنسبة لوطننا العربي ويتابع بعض الأندية الأخرى ومن مكاسب الهلال ومن بطلات الهلال وعقيدة الهلال وغير كده أن الهلال زي ما قلت لك قبل كده مؤسسة ولكن فنيا هنتكلم على طفل لا طبعا الشعبية ستزيد العالميا هو بطل القرى الأسيوي زي الأهل المصر هو بطل القرى الأفريقي عالميا واحد من الأسماء الكبيرة جدا عالميا موجود ضمن النخبة تخيل أنت ما الهلال يلعب الأهلي كم ألف متفارج ممكن وموجودين في الملعب وإذا كان أفريقيا لها ملك اسمه الأهلي فأسيالها زعيم اسمه الهلال وأنا أنتظر مباراة لو فعلا أقيمت ستكون مباراة القرن بين الزعيم والملك الهلال والأهلي في التوقيت الحالي ممكن أقولك أن نادي الهلال أعلى نسبية كخبرات دولية كإمكانيات فنية كتركيبة لعبة نادي الهلال إنما لا تأمن اللون الأحمر ولا تأمن إلا عند صفارة الحكم لأن الأهلي بلعب على ديئة 96 الفرقتين عندهم في الدين إيه الفطولات ولكن في نا بتتكلم على فريق فعلا غدار في الفوز فريق الأهلي وبالتالي مهما كان حتى لو مستوى ممكن ما يكونش مرتفع يجيب في المباراة الكبيرة تحس إن الدنيا مختلفة عشان كده مباراة صعبة آه أنا قلت لك أنه الهلال ممكن يكون نسبيا نسبيا إنما قلت لك لا تأمن غدر قد شرط الأحمر عجبك ديها شكرا